انا ما بدي ادخل بما حدث ومناكفات لانه انا برأيي الموضوع هو اهم يعني فلسطين ارض محتلة والشراء من المحتلة هو تشريع للاحتلال يعني حكومتنا اليوم عم بتشرع الاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين لما تشري منه غاز فلسطيني مسروق هاي بداية ثاني اشي سلب الحكومة سلبت حقنا حق من حقوقنا لما حولت الاتفاقية على المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية حكت انه مش لا تنطبق عليها المادة 33 من الدستور الأردني علما ان الحكومة كفيلة للاتفاقية والكفيل ايش بسموه الكفيل ملتزم بالدفع ضامن ضامن للدفع معناته الحكومة الطرف من هاي الاتفاقية وهون صار انا برأيي الابتعاد عن الحقيقة موضوع الطاقة انا برأيي ما بسير نخلط بين الطاقة قطاع الطاقة بالاردن اللي هو سمعته العالمية انا برأيي ممتازة ومعظم الشركات اللي بتشتغل في الاردن بالطاقة شركات عالمية مع اتفاقية الغاز مع العدو الصيوني اتفاقية الغاز لازم تكون لوحدها رئيس الحكومة اليوم راوغ علينا وحكى انه بدي اجهز لكل اتفاقيات الطاقة نحن نتحدث عن اتفاقية الغاز اتفاقيات الطاقة معنا وقت نناقشها معنا وقت نحكي فيها مش مستعجلة اما اتفاقيات الغاز مع العدو والصهيون المحتل انا برأيي هي اولى من كافة اتفاقيات الطاقة اتفاقيات تانية مراجعتها رح تتم على موضوع السعر وتخفيض السعر وتنزيل السعر وشروطها وهاي شغلات انا برأيي لازم نعملت سابقا حتى مش شعني تأجلت لما اجا اخونا في اللجنة عجل عليها وصارت تدرس امامنا بعدين احنا الزميل او بعرفش مين حكى انه تأجل موضوع الغاز لا ما تأجل احنا من اليوم الاول في المجلس الحالي واحنا نتحدث عن الغاز ورئيس المجلس اللي هو القائد لمجلس النواب بطريق 11 5 2019 في برامج بلا قيود على قناة بي بي سي تحدث اتفاقية الغاز مرفوضة شعبيا وبرلمانيا ومهما كان الرد من المحكمة الدستورية هذا الحديث من 11 5 يعني عم نحكي تقريبا قبل 7 شهور يعني موضوع الغاز مش موضوع جديد ومن بداية الدورة واحنا منتحدث عن هذا الموضوع عن اتفاقية الغاز والتحدي اللي بصير الصهيوني والاستفزاز يعني نتنياهو لما يحكي هاي لمستقبل اولادنا معاته مش محترم الاردن ولا شايف الحكومة الاردنية ولا هي بباله وعارف انه اتفاقية الغاز رح تسبب رح تسبب مشاكل داخلية في الاردن وبرضه تحدث بشكل مسموم وما زالت حكومتنا مش متعلمة من هذا الموضوع الرئيس يراوغ اليوم يراوغ الرئيس طبعا وبعدين احنا كيف راوغ؟ أساس العار أساس العار هو اتفاقية وادي عربة يعني اتفاقية وادي عربة هي اللي جرتنا لا اتفاقية الغاز واتفاقية وادي عربة مفروض اي حكومة من الحكومات اللي بعد اتفاقية وادي عربة لليوم تعرف انه هذه الاتفاقية موجودة لخدمة الكيان الصهيوني ولم تخدم الاردن بشيء